تريند الأهلي النهاردة هنشوف الجديد بالنسبة للمحتوى العبر السوشيال ميديا وإن قاتل السوشيال ميديا بتركز عليها قبل مباراة قايزر تشيفزي في نهائي دوري أبطال إفريقيا نبدأ مع بعض تريند الأهلي وأول حاجة معايا من الصفحة الرسمية للوطن سبورت على الفيسبوك أربع لعبين يهددون حلم مسماني في الفوز بدوري أبطال إفريقيا التقريب يتكلم على لعابة فريق قايزر تشيفز منهم الصربي سامير نوركوفيتش المهاجم الأساسي وده اللي بيعد طبعا أحد أبرز اللاعبين وسجل ست أهداف هذا المسم وصنع أربعة مع قايزر تشيفز أيضا اللاعب الكولومبي ليوناردي كاسترو سجل تسع أهداف مع قايزر تشيفز ولعب قبل كده تحت قيادة بيتسو مسماني في سانداونز من قبل وتوج معاه بدور أبطال إفريقيا عام 2016 ثالث اللاعبين هو من ياما ده لعب وسط مهاجم من أبرز لعب كايزر تشيفز بيمتاز بالسرعة والتمرير الدقيق للغاية سجل ثمان أهداف هذا المسم وصنع أربعة مع كايزر تشيفز اللاعب الرابع هو الظهير الأيمن فورسلار هذا اللاعب يتميز بالدقة العالية للغاية في القراطة العرضية لعب سريع جدا بيعمل قراطة عرضية لكاسترو وسامير نوركوفيتش بيشكل خطورة كبيرة جدا وممكن هيكون ليه دور هجومي أمام عالي معلول في مباراة يوم السبت التقرير كشف أن 75% من أهداف كايزر تشيفز تسجل من القراطة العرضية خاصة من الناحية اليمنى اللي بيقودها الخطير فورسلار وده اللي عمله في مباراة الوداد المغربي من مناسبة كايزر تشيفز عنده خمس لاعبين أجانب بنتكلم عن اتنين لعيبة من زنبابوي فيه لعيب من سيربيا طبعا هو اللاعب سامير نوركوفيتش فيه لعيب كولومبي هو ليوناردي كاسترو عندنا كمان خامة بليات كان موجود في سانداونز 2016 وحاليا موجود مع كايزر تشيفز لكن بعيد عن المباريات بقى له أكتر من سبع شهور بسبب الإصابة اللي كان تعرض لها الكسر في القدم لكن لسه مرجعش للفورمة لكن حاليا بيتضرب مع الفريق وغالبا هيكون مع الفريق في رحلة المغرب طيب نشوف كمان الحساب الرسمي ليه اليوم السابع على تويتر كتبوا الأهلي يهزم كايزر تشيفز في القيمة التسويقية قبل نهاي إفريقيا احنا بنتكلم على وفقا لإحصائيات موقع ترانسفير ماركت بيتكلم على قيمة التسويقية للنادي الأهلي بتصل لحوالي 27.750.000 يورو ما يعادل حوالي 516.440.000 جنيه مصري لكن القيمة التسويقية لفريق كايزر تشيفز بتصل لـ 11.930.000 يورو ما يعادل حوالي 222.000.000 جنيه مصري طيب هي القيمة التسويقية طبعا بتديك مؤشر على قيمة كل فريق على مستوى الإرادات والمصرفات وقيمة اللاعبين لكن في النهاية الملعب شيء تاني خالص نتمنى بإذن الله يكون لعب النادي الأهلي في الموعد ويعملوا مبارك بيرة يوم السبت القادم أخوك الأفاصل